لماذا طالبان قوية؟ طالبان قدرت في جوز سيمانات تمحيل خدمة العشرين سنة التي دارتها أمريكان والحلفاء أمريكان ببوحدها خسرت كثير من جوج تريليون دولار في أفغانستان تريليون هو ألف مليار يعني كثير من ألفين مليار دولار خسرتها الأمريكان في أفغانستان الجيش الأفغاني 350 ألف عسكري خسروا عليه الملاير دولارات هنا أسلحة، هنا تجهزات، هنا تداريب حديثة كيف شهد الجيش العرم رم قدر أنه يحنى الراس بهذه السهولة للطالبان؟ في الحقيقة السيطرة للطالبان على البلاد لم تكن مفاجئة ربما السرعة فقط لتداريها التي كانت غير متوقعة هناك أسباب مباشرة و هناك أسباب غير مباشرة والتي هي الأهم نبدأ بالأسباب المباشرة السبب الأول الانسحاب القوات الدولية تجعلوا لفجوة كبيرة في البنية التحتية وفي جميع الخدمات للعسكرية والمدنية السبب الثاني في أفغانستان هناك طريق اسمها طريق الدائرية نستطيع أن نسميها الطريق الدائرية وهذه الطريق تتربط المدن الكبيرة مع بعضهم طالبان عرفت كيف تستعمل هذا الموقف بدأت تهاجم نقاط في هذا الطريق لكي تقطع الإمدادات على الجيش الأفغاني وهذا فعلا ما وقع كثير من مجموعات الجيش لم تكن يوصلهم موالوا تلك الماكلة لم تكن يوصلهم فالذي وقعوا أن يضعوا السلح ويجعلوا المطاريالهم ويجعلوا في حالهم ويجعلوا المطاريال في يد طالبان من بعد ثالثا هذا النقص للإمدادات هو الذي يجعل المدن الكبير كلها تتطيع وحدة وحدة وهذا هو السبب الرئيسي في هذه الأسباب المباشرة السبب الرابع هو أن طالبان من كانوا يدخلوا إلى مدينة كانوا يحرروا السجناء من الهبس فتزيد القوة لهم ويكون لديهم بنادم الذي يخدم في البلاصة التي يحررواها خامس سبب مباشر هو أن الجيش الأفغاني متكون من عرقيات مختلفة وهذه نقطة ضعف كبيرة حيث أي مشكلة يوقع يستطيع أن يسبب خلافات وانشقاقات بالمقابل طالبان من عرقية وحدة من البشتون وهذه نقطة قوة كبيرة هذه لا تقريب الأسباب المباشرة لسقوط أفغانستان في طالبان لكن كما قلنا ما هي الأهم الأهم هم الأسباب غير المباشرة يجب أن نعرف أنه لا يوجد شيء توقع مستقلة على العالم في حالة أفغانستان لا يوجد أن ترى الموقع الجغرافي والجيران الذين يدعون في أفغانستان ويبدأ البلان بكل سهولة ويبدأ القضية المشياتك أول سبب غير مباشر ونبدأ بأهم عنصر في هذا البيع الشرياء وهو باكستان باكستان بالنسبة للطالبان بحال الصين بالنسبة لكوريا الشمالية لكن دعنا نرجعوا قليلا في التاريخ لكي نفهموا لماذا باكستان يجب أن نفاف أفغانستان في 1893 يعني قبل أن تكون شيئا اسمتها باكستان درت بريطانيا واحد الاتفاقية مع أفغانستان الذي في الموجب ديالها ترسم خط حدودي اسمته خط ديوراند هذا الخط الحدودي ستورته باكستان نهار ولت دولة في 1947 هذا الخط الحدودي لحد اليوم ما زال ما بغتش تعترف به أفغانستان كخط حدودي بينه وبين باكستان لكن ليس هذا هو المشكلة المشكلة لهذا خط ديوراند هو أنه قسم المناطق التي فيها قبائل البشتون قسمها على جوش شيء في باكستان و شيء في أفغانستان حل المشكلة تقريبا الأكراد فبدأت تتبع المشكلة باكستان لا يريد أن البشتون ديولها والبشتون الأفغان أنهم يديروا اليد في اليد ويديروا دولة مستقلة كما الأكراد يحاولوا يديروا ما هو الحل بالنسبة لباكستان؟ هو أن هذا البشتون يجب أن يتحولوا الكراكيز مواليين لباكستان و الهوية لهم لا تكون هوية وطنية بشتونية تكون هوية إسلامية لماذا؟ لكي لا يفكروا في الاستقلال وفي الوطنية وفي هذه الزاعة كاملة هذا ما هو الباكستان كما نعرفه هي التي طلعت طالبان في 1994 وهي التي تتعاونهم في هذا الوقت كامل سبب غير المباشر الثاني إيران إيران عارفة أن الاختلاف الإديولوجي لا يعاون دولة الشيعية مع السنة في أفغانستان لم تكن دمج القضية ولكن إيران تتخدم دائما بطريقة فراغماتية إيران كانت دائما تتعاون الحكومة الأفغانية وتتعاون طالبان في نفس الوقت نأتي بالدول الكبار سنذهب إلى روسيا وهذا هو السبب غير المباشر الثالث روسيا دعمت طالبان وما زالت تدعم طالبان خاصة في السنوات الأخيرة روسيا الهم ديالها ليس بحل الهم طبعا ديال باكستان الهم ديالها هو أن المريكان لا يكون لديهم واحد الوتد في أفغانستان فروسيا مع مرات تسرط لي هذا الوجود الأمريكي في أفغانستان فكانت تتساني الطالبان وتتسنى الوقت لتخرج فيه أمريكان من البلاد وفعلا نجحوا في هذه القضية رابعا الصين الصين تقريبا بحالها بحال روسيا لا يريد أن المريكان يكونوا في المنطقة وهي براسة تتقلب على التوسع والنفوذ ديالها العلاقات مع طالبان كانت واحد العلاقات نقوله أحب بها إذا يجب أن نلخصه فهذا الدعم كامل سواء مباشر أو غير مباشر خاصة من باكستان هو اللي عاون طالبان أنهم يبقوا دائما في السورة ديالما كانوا كينين فمجرد مخوات القوات الدولية كانت القضية كانت مسألة وقت لكي يرجعوا للسلطة هذا شيء كما قلنا ليس مفاجئ ليس مفاجئة الأمريكان ليس مفاجئة التواحد الأمريكان كانت تفاهمة أن هذا الشيء الذي سيوقح لذلك خدمات على حل مستقبلي الذي تناقش وتتفق عليه قبل أن تخرج من أفغانستان مستحيل أننا نعرف التفاصيل الدقيقة لهذه الحلات ولكن ممكن نستنتجوه إذا هالتفاصيل التي سأعطيها هي استنتاج ومشي تسريبات أولا طريقة سلمية أو شبه سلمية وهذا الشيء هو اللي فعلا تانيا باكستان ستكون هي الوصي على طالبان بالمباركة وبالمشهورة المريكان ثالثا الحدود مع الجيران كاملين ستبقى آمنة يعني لا يوجد تصدع السراعة الحدودية لا ستكون رابعا طالبان ستقدم رأسها على أساس أنها نسخة الحديثة الزوينة التي ستبني البلاد وخاطئ هذا الشيء للإرهاق وبدأنا نشوف البوادير خامسا هذا الشيء كامل ستبقى المساعدة الأمريكية والدولية تتكب على طالبان سنرى واحد طالبان المختلفة شيئا ما سيبقى شوية التي ينقطع لك ولكن سيكون لدينا واحد الكيان مشوه شيئا ما وكل شيء قادر بطريقة بأخرى ترجمة نانسي قنقر موسيقى